اشتركوا في القناة صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء طبعا في هذه الحلقة يعني أنا بابتدي فيها بأن أنقل لكم عبر هذا الأثير تهنئة من هيئة الصحة بدبي إلى الإخوة والأشقاء في المملكة العربية السعودية وإلى كل شقيق سعودي في كل مكان بمناسبة اليوم الوطني السادس والثمانين للمملكة والذي يوافق يوم غد الجمعة 23 سبتمبر بإذن الله طبعا مستمعين لعل هذا اليوم التاريخي في حياة الأشقاء في المملكة وهو أيضا يوم سعيد للأمتين العربية والإسلامية وأيضا نحن تعودنا أن السعودية والإمارات يعني شقيقتين أن لم يكن يعني البلد هو بلد واحد لأن أفراح السعودية هي أفراح للإمارات وأفراح الإمارات هي أفراح للسعودية فكانت هناك أيضا مبادرات ولمسات جميلة من قبل القيادة العليا عندنا متمثلة في سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإطلاق يعني اسم أو إعادة تسمية أحد أهم الشوارع في إمارة دبي باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك السعودية وخلال هذه الاحتفالية التي أقيمت بالأمس افتتح سمو الشيخ حمد بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي خلال هذه الاحتفالية شارع الملك سلمان باسمه الجديد وقال سموه أن هذه البادرة تعكس التقدير الكبير الذي نحمله لملك الحزم والعزم وهي لفتة لتكريم رجل وفي الحقيقة رجل المواقف المشرفة إذن كل عام والأشقاء في السعودية المملكة العربية السعودية بألف خير أدام الله عزهم وعزنا وأدام الأمن والأمان على دولة الإمارات وعلى المملكة العربية السعودية طيب كانت هذه فقط يعني مقدمة استثنائية لهذا اليوم الاستثنائي الذي نحتفل فيه حقيقة بهذه المناسبة الغالية ونرجع الحين إلى حلقتنا مواضيعنا الصحية والطبية قبل لا أخذكم في جولة في أهم الأخبار بس بخبركم اليوم عندنا إن شاء الله بيكون الدكتور أنور الحمادي رئيس مركز الأمراض الجلدية في هيئة الصحة بدبي ما نتكلم عن الأمراض الجلدية ما نتكلم عن هذا المركز ما نتكلم عن مشكلات متشابكة مع الأمراض الأخرى فالحلقة اليوم بتكون مميزة إن شاء الله واللي بيميزها أكثر تفاعلكم معانا على الأرقام التالية 6-00-55-14-14 أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4-006 طيب أول أخبارنا اليوم الأطفال المولودون برأس كبير ينتظرهم مستقبل واعد وجدت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يولدون برؤوس كبيرة كبيرة الحجم لديهم حظ أكبر في أن يصبحوا أكثر ذكاء ونجاحا في المستقبل من أقرانهم أجرى البحث وأجري البحث من قبل بنك المملكة المتحدة الحيوية حيث تم ربط العلماء حيث تم ربط العلماء بين الذكاء الفائق ومقياس حجم الرأس وأيضا حجم المخ ويجري حاليا فحص بيانات عدد من المتطوعين تم تخزينها من قبل بنك المملكة المتحدة الحيوية حيث جمع أكثر من نصف مليون عينة لاكتشاف العلاقة بين جيناتهم وصحتهم الجسدية والعقلية وأسلوب عيشهم وقام الباحثون قام الباحثون حقيقة بتحليل العينات المكونة من البول وأنتم بكرامة والدم واللعاب إلى جانب معلومات عن نمط الحياة اليومي لهؤلاء الأشخاص الخاضعين للبحث يعني بتشوف واحد بتقول له براس ولا مو براس هذا أذكى منك بيطلع فنروح لعالم الأسنان حشوة أسنان ذكية ستغير عالم طب الأسنان خبراء في جامعة الملكة ماري في لندن عملوا على الصنع حشوة أسنان جديدة تساعد على استعادة أنسجة الأسنان المتضررة من التسوس طبعا قال البروفيسور روبرت أن حشوات الأسنان المبتكرة هي مادة مركبة نشطة بيولوجيا تقوم بعد حشوها في السن المتضرر بإنتاج فلوريد الكالسيوم والفسفور والمعادن الضرورية لتكوين أنسجة الأسنان وتساعد هذه الحشوة أيضا في استعادة الأنسجة التالفة نتيجة للتسوس وتمنع الحاق المزيد من الضرر الناتج عن البكتيريا لأنها لا تترك بين الحشوة والسن أي فجوة تمكن البكتيريا الخطيرة من التسلل إليها ويزعم العلماء أن هذه الحشوة توضع لمرة واحدة وإلى الأبد وأضاف البروفيسور هيرل قائلا أن هذا الاختراع سيحدث تغييرا جدريا في ممارسة طب الأسنان ومن المتوقع أن تصبح الحشوة الجديدة متاحة خلال السنوات الثلاثة المقبلة يا جماعة عالم الأسنان صراحة يعني عالم جميل كل يوم والثاني في شيء يديد بس ما شاء الله يعني أسعارهم شوية أحيانا تكون غالية ما أدري يعني إذا هذه الأسعار بس في عالم الأسنان ولا عالم الجلدية فرحبوا معايا في الستوديو بدكتور أنور الحمادي رئيس مركز الأمراض الجلدية في هذه الصحة في دبي حياك الله معانا دكتور الله حياك صباحكم الله بالفير والسرور دكتور يعني كنا نتكلم عن سبحان الله الخبر هذا من الأسنان أن بعض الأحيان تكون الأسعار عالية بالنسبة لهذا أيضا الأمراض الجلدية من الأشياء اللي تشغل بال الجميع دائما مثلا مثلا الأسنان مثلا مثلا أي مرض يعني لكن أنتوا في الجلدية شوية عندكم أقبال أكثر حتى من الجانب النسائي يمكن على أساس أن يحاولون دائما يظهرون بصورة جيدة فشو الأسعار؟ تحس زينة ولا ها؟ المفروض كتيب مع أي تسعيرة أو لائحة الأسعار صح طبعا أنا شخصيا أكره لما أربط المهنة الطب بالسعار جميل ربما كثيرين من أحيانا حتى يمكن المعارف ولا شيء دكتور كم سعر هذا يقول لهم أنا طبيب ووجودي في أي مكان ليست تحدث عن قائمة الأسعار قائمة الأسعار بإمكان أي شخص أن يتصل على أي عيادة أو على أي مركز يتصل أن يستفسر لكن لما يتحدث الطبيب عن الأسعار أنا أعتقد شخصيا يعني يمكن نقول الطبيب راح يكون يربط بالتجاري فلذلك لا الطبيب هو متخصص وجوده هنا طبعا لتحدث عن الأمور الطبية أكيد طبعا تخصص الأمراض الجلدية بحكم أنها يعني في أمور كثيرة تجميلية والأمور التجميلية معروفة أنها يعني لا تغطي شركات التأمين وهي أشياء شخصية فلذلك فعلا هو من التخصصات اللي ربما يعني كثيرين يمكن خصص طلبة الطب يحاولون يلجؤون لا لو تسألهم ليش يقولون والله لا أن التخصص ربما البعض يعتقد أنه بسيط الأمراض الجلدي ممكن تذكرت في المقدمة أن يعني الجلد المرأة الخارجي لما يحدث لداخل الإنسان عن طريق الجلد ربما نكتشف أمراض عضوية كثيرة من ضمنها أمراض الكبد الكلة فقط عن طريق النظر للجلد أو عن طريق النظر للأظافر أو حتى الشعر فلذلك الجلد ليس كما يتوقع البعض أنه فقط حب شباب وتصاقط في الشعر لا الجلد يعني المعلومات الكثيرين وربما المستمعين يعرفون هذه المعلومة أنه هو أكبر عضو في جسم الإنسان الجلد يعتبر عضو فلذلك طبعا الجلد ما في شك بحكم أنه أكبر عضو في جسم الإنسان وبيحكم أنه هو الواجهة في أمراض كثيرة ربما تكون يعني مخفية والشخص ينتظر شهور لغاية ما يذهب للطبيب لكن في الأمور الجلدية حبة واحدة تطلع خاصة عند النساء مثل ما ذكرت تلاقيه تعلن حالة الطوارئ على طول وفعلا بحكم أن الواحد ما يرضى يبغي يكون جميل يبغي يكون هذا فتخصص الجلدية تخصص جميل وفي نفس الوقت الحلو في حتى لأننا إحنا كأطباء ما نمل ليش لأننا نشوف الأطفال ونشوف المراهقين ونشوف الشواب ونشوف الأعمار المختلفة صحي فهو تخصص يعني دايما الواحد يسأل يقول أنتو كأمراض جلدية معنيين بماذا؟ معنيين بالأمراض الجلدية اللي تتعلق بالجلد بالشعر بالأضافر حتى الأغشية المخاطية والمقصود بالأغشية المخاطية للجهاز التناسلي حتى الشفايف مثلا اللسان في أمور كثيرة طبعا كلها تكون معنية بالأمراض الجلدية جميل دكتور أنا بس أكمل هذا الحديث الشيخ يعني منغوص أكثر في هذا العالم المهم جدا لكن ما نطلع فاصل لك قبل الفاصل عيسى خلني أذكر برقام التواصل معنا على الرقم 4006 للرسائل النصية والاتصال على الرقم 600551414 اللي يبغي يداخل معنا المجال المفتوح جدامكم مستمعين دكتور أنور بيكم تواصل معنا إن شاء الله لنهاية الحلقة فاصلوا ما أرجع لكم صحة وسعادة راشد وين بتسير؟ بسير يا أمي المستشفى ليش تسير المستشفى؟ تقدر تسير المركز الصحي ترى أقرب لك ويوفر لك وقتك ويقدم خدمات صحة الأطفال وطب الأسرة والسكري ووايد من الخدمات الصحية الثانية والمستشفى تقدر تخليه للحالات الطارقة مشكور يا لطيفة الحين بنسير مركز الصحي توفر هيئة الصحة بدبي مختلف الخدمات الصحية التخصصية عبر 13 مركزا للرعاية الصحية الأولية موزعا في إمارة دبي كما تقدم خدمات الطوارئ والخدمات العلاجية على مدار الساعة في مركزي البرشة وند الحمر الآن نحن أقرب إليك للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 800-342 صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي كنا قبل الفاصل قد بدأنا الحديث عن الأمراض الجلدية مع الدكتور أنور الحمادي رئيس مركز الأمراض الجلدية في هيئة الصحة بدبي ودكتور يعني خذنا مقدمة سريعة عن الأمراض الجلدية لكن اليوم نخلي الحوار شوية شعبي يعني جريب من المستمع ونتكلم عن بعض الشغلات اللي تم الناس نسمع وايد دعايات نشوف وايد فيتامينات المندوبي المبيعاتيون ويتكلمون عنها فالآن يعني دكتور نصدق منه هو بشكل عام طبعا دايما المعلومات الصحية خاصة تعلق بصحة الإنسان تأخذها من أهل الاختصاص ما يصير طبيب جلدية قاعد يتكلم عن أمراض الكبد وما يصير مريض طبيب باطني يتكلم عن أمراض الشعر وما يصير الصيدلاني بدال ما يعني يصرف الدواهة وتداخلات للدواهة ويرشد المريض عن الأدوية يقوم يسوق لبعض المنتجات لذلك نعطيه مثل ما كنا بالعامية تعطي الخبز لخبازة وهي نقطة جدا مهمة فهذا اللي صار للأسف بعض خبراء التغذية كما يطلقون البعض على نفسهم طبعا نشوفهم قاموا يتكلمون عن أمور كثيرة تتعلق بالجلد نعم التغذية مهمة للجلد لكن في أمور كثيرة تتعلق بالصحة هذه ما يعني ما تأخذها إلا من المختصين في هذا الأمر وبعدين إحنا دائما في الطب نقول العلاج لأي مشكلة علاج السبب وليس بعلاج العرض إذا بتكلم علاج العرض روح الصيدلية قل له والله أنا عندي لوني في اسمرار في الجلد راح يعطيك كريم الاسمرار هل علشت الاسمرار؟ علشت سبب الاسمرار؟ واحد ربما أشهر بما أنا ذكرنا هذه النقطة مثلا نلاقي كثيرين يعانون من اسمرار الرقبة ربما يخطي يعني يقول واحد يقول اسمرار رقبة بروح الصيدلية بقول لك تبلي كريم يفتح لي الرقبة اسمرار الرقبة إذا كان مصاحب بسمنة إذا كان مصاحب بخلنا نقول يعني عدم انتظام في مستوى السكر هل ربما يكون يعني عرض من عراض خلل أنسلين وهذا نشوفه واحد بشكل كبير لذلك أنا حتى لو استخدم كريمات التفتيح ولفترة طويلة ما راح يفيده إذا ما عالج السبب وهذه حالة معروفة عندنا طبيا نسميها الشواك الأسود تكون عبارة عن اسمرار الرقبة مصاحبة بتجاعد في الرقبة مصاحبة باسمرار كذلك في الأسفل الذراع يعني هذه كلها مشاكل تتعلق بعضها لبعض إذا ما عالجت السبب مهما استخدمت من كريمات التفتيح ما راح تفيد نفس الكلام ينطبق على تساقط الشعر كثيرين يثمون للصدرية ويأخذ هالفيتامين ويقعد مثل ما نقول بالعالمية يصرط من هالفيتامينات وما عالج السبب والسبب ربما يكون خلل في الهربونات السبب ممكن يكون نقص في الدم ممكن يكون نقص في الحديد فهذا الشخص مهما أخذ من هذه الفيتامينات أكيد مشكلة الأساسية ما راح تنحل لذلك كقاعدة عامة العلاج علاج السبب إذا واحد يعاني من المشكلة الصحية عالج هذه المشكلة الصحية بحيث أن مشكلتك الأساسية تتحسن أما أخذ الأدوية من غير حسيب ورقيب لا هذا الشيء ما ينفع البعض عنده اعتقاد دائما لا هذه منتجات غير طبية هذه عشبية ولا هذه طبيعية حتى الطبيعية يقولون دكتور إذا ما فادك ما ضرك أيوة وهي بعد طبعا معلومة يحاول كثيرين من مندوبين تسويق الشركات يتبعونها أنت أخذها ما راح يضرك بشيء من قال لنا ما راح يضره إذا كان في بعض العشاب تمتص عن طريق الكبد أو الكلة من قال لنا ما هالشيء ما راح يضر ورح يضر كذلك راح يضر جيب على الأقل صحيح أمور كثيرة طبعا مبالغ يتفعون عليها المرضى مبالغ مرتفعة طيب دكتور يعني أنا يمكن ثناء الحلقة أرجال الحديث عن هذا الموضوع بشكل أو بآخر لكن هنا أبغي شوي نتحدث عن بعض الأمراض الجلدية يمكن فيه سؤال موجود عندي يقول فواز أنا عندي بهاغ تحت عيوني والجفون وأنا من السنين استخدمت أدوية من أنواعها وأشكالها وما استفدت هل لي علاج أم لا؟ هذا واحد أنا تعبت من الأدوية هل لي علاج سريع وفعال مثل الليزر أو غيره؟ نعم أي طبعا كثيرين من المرضى يمرون علينا العيادة يقول الدكتور أبغي علاج مضمون وسريع نقول لهم في الطب ما في شيء اسمه سريع ومضمون الطب حالة عن حالة طبعا تفرق أكيد طبعا إحنا كأطبان نجتهد قدر الأمكان بحيث أن نعطي المريض فعلا الدواء المناسب هنا من غير المنطق أنا كالطبيب أختار دواء فيه عراض جانبية وعندي هناك دواء آخر وفعال وأقل عراض جانبية فهذه وظيفتي أنا كالطبيب أختار العلاج أكيد أنا أبغي شيء فعال ولا شو الهدف من العلاج إذا أكتب أدوية وغير فعالة شو هالمنطق؟ ولذلك أتمنى من مرضاننا من الحين وساير أتمنى تكون هذه الثقة الموجودة بين المريض والطبيب المريض نتمنى أن يدخل على الطبيب ويكون عنده ثقة عمياء أن هذا الطبيب راح يختار للدواء مش حبا في شركة أدوية ولا حبا في هذا المنتج ولا لأي مصلحة مصلحة الأساسية المريض وإحنا دائما إختيارنا لأي علاج إختيارنا يكون عن طريق شيئين الأمان أن الدواء يكون آمن وفعال في نفس الوقت شو فائدة إذا كان آمن وغير فعال وشو فائدة إذا كان فعال وغير آمن فإحنا نبغي الأثنين فلذلك نتمنى هذا الشيء في نفس الوقت بعض المرضى يدخلون يقول دكتور أبغي دواء أمية بالأمية أنه ما فيه أعراض جانبية ما في دواء أمية بالأمية ما فيه أعراض جانبية حتى أدوية مسكنات الصداع ربما يعني البعض يعاني منها وحتى ربما البعض يعني يدخل المستشفى من أثارها الجانبية لذلك هذه النقطة حيانا تحط لماذا أتكرها النقطة؟ لأن هذه تحط بعض الأطباء في ضغط والله هذا الطبيب المريض من الحين قاعد يخوفني والأعراض الجانبية ممكن فشو يصير فعلا؟ الطبيب تلاقي صار شوي يقول لا لا تدري أنا ما بكتب له شيء عن طريق الفن بحاول أكتب له شيء موضعي عشان ما يبهدل المريض فنبغي هذه الثقة تكون موجودة تخلي الطبيب يشتغل بأرياحية أكيد الطبيب يتأكدوا ما راح يجازف في صحتكم إحنا في الطب ما نرضى مرضى أن يكونوا حق التجارب فالطب نختار الدواء اللي ثابت علميا ومتفق عليه عالميا أن هذا هو الدواء المناسب وهذه نقطة طبعا جدا مهمة لأنه يصير بعض الأمراض بعض الأمراض المزمنة بعض الناس اللي يحبون يسافرون ويأخذون يعني العلاجات من الخارج للأسف يرجعون بأدوية وهذه الأدوية غير مثبتة أو غير متفقة عليها لعلاج بعض الحالات نعم ربما قد تفيد بعض المرضى لكن هذا دواء تجريبي كيف نرضى إحنا مرضاننا يكلون حقل لها بعض التجارب وهذه نقطة جدا مهمة نقول لمرضاننا بشكل عام اتأكدوا أي دواء موجود وفعال الحمد لله دولتنا هنا في الإمارات والله أنا ما أقولها هذه كها يعني عدنا هيئة الصحة بتبيع وحتى وزارة الصحة أي دواء غير متوفر تطلبها باسم المريض والله نجاب وعدنا حالات كثيرة ودوية مكلفة أدوية مكلفة والله وتنطلب باسم المريض فهذه الحمد لله نعمة نحن عايشين في هذه هذه البلاد هاي نعمة عايشين فيها ويمكن تشوفون أنت الحالات الإنسانية دائما تتقطع بنرجع لسؤال حمان سينا سؤال الأخفواز أخفواز سؤال عن مرض البهاق البهاق من الأمراض المناعية مرض غير معدي غير خطير شو اللي يصير في هذا المرض تتكون مضادات هذه المضادات بدل ما تحمي الخلايا الصبغية تقوم تهاجمها لسبب غير معروف لذلك يعني صعب التنبؤ في الأمراض المناعية لكن بشكل عام والخبر الحلو له فواز البهاق لما يكون في الوجه استجابته جدا ممتازة مقارنة بالأطراف على سبيل المثال العلاج حسب ظروف الحالة إذا كانت المنطقة فقط في الوجه وفي بداية المرض ممكن نبدأ بالمراهم الموضعية إذا المراهم الموضعية استخدمها المريض وما فادت ممكن طبعا العلاج الضوئي أو العلاج بالليزر بعض المرضى عندهم اعتقاد دائما الليزر هو العلاج السحري لا الليزر تقنية جدا ممتازة لكن مش لكل حالات البعض عنده اعتقاد لا دكتور خلنا نعالج بالليزر فيه أشياء تعالج بالليزر وفيه أشياء الليزر قد يضرها وقد يحرق الجلد معها فالفواز إذا ما استفادت بالعلاجات الموضعية نعم الليزر علاج جيد لكن يحتاج مواصلة علاج عادة اللي نعمل مرتين في الأسبوع لمدة تقريبا ثلاثة شهور بعد ذلك نقيم الحالة إذا كان في استفادة ممكن نكمل ممكن نقلل الجرعة حسب ظروف الحالة طيب دكتور أنا أفتح الآن موضوع سرطان الجلد مناخذ مقدمة بسيطة عنه بالتحديد أبغي تكلم عن الفحص الذاتي للجلد اللي أقصد فيه كيف ممكن واحد يكتشف أن في عنده مشكلة وممكن يعالجها بأخذها قبل الفاصل بس مقدمة بسيطة وبأخذها بالإسهاب بعد الفاصل فاضل دكتور الحمد لله رب العالمي أوش ينطمن جميع المستمعين سرطان الجلد عندنا بحكم أن بشراتنا مايلين هتكون متصبغة الحمد لله يعني ما أبغي أقول نادر لكن قليل جدا من المعرض لسرطان الجلد البشرات الفاتحة الناس اللي عندهم تاريخ عائلي من الإصابة بسرطان الجلد اللي عندهم شامات أو حبات خال أمية حبة خال مثلا في الجلد وأشكالها غير طبيعية اللي يصابون بالحروق وهي نقطة جدا مهمة حروق للشمس محمد خلي كل واحد يس يحسب كم حبة خاله في الجسم ما علي خلي حسب إذا فوق الأمية يروح يفحص صحيح صحيح يعني فوق الأمية عنده ومبهى يفحص خلك دايما نقول أنت على الأقل تحتاج زيارة طبيب جلدي ولو مرة في السنة بحيث أني أرشد المريض أقول له شوف التحين عندك أمية حبة خال من الأمية حبة خال أبغي هاي الثلاثة دايما تحط عينك عليهم هاي بالعكس أنا سهل على المريض والحمد لله حاليا عندنا بعض الأجهزة كذلك اللي تساعدنا أن نراقب بعض الحبات الخال لكن الفحص الذاتي مثل ما ذكرت أنه فعلا هذا أهم شي واحد يدري عنده حبة خال طول عمرها كانت مثلا نص سنتيمتر مرة واحدة صارت سنتيمتر ونص أو قامت تنزف هاي نقطة طبعا جدا مهمة لازم أروح أفحص أتأكد منها البعض عنده اعتقاد حبات الخال إذا كانت من الولادة أو لا لا هذه ما فيها شي نعم حبات الخال ممكن تكون من الولادة وفيها حبات خال كثيرة ممكن تطلع بعد يعني في أي عمر دكتور أنت قلت خلال سنة وحدة يعني ممكن بس هو يفضل كم المدة دائما سؤال جميل على حسب ظروف الحالة إذا عندي البشرات الشقرة اللي عيونهم زرق والشقر وبشراتهم بيضة أحيانا بعضهم نحتاج كل ثلاثة شهور إلى ستة شهور نحن عندنا ما شاء الله نيتبي مليانة أجانب مليانة جنسيات مختلفة بعض الأجانب لازم أشوف الأجنبي وخاصة إذا كان عنده طبعا سرطان جلد كل ثلاثة إلى ستة شهور لأن هذا طبعا فعلا ما يطلع من العيادة لأكون الشاي اللي يثنيا ثلاثة من بعض حبات الخال عنده سبحان الله دكتور كم يستغرق الفحص هذا اللي انتوا سوونا يعني بشكل عام؟ يعني أحيانا من نظرة واحدة تقدر تحدد أوه الله هاي حبة الخال هاي مبعدتني خمسين عشر دقائق يعني؟ يعني نقدر نقول كل مريضة حادة نعطيه ربع ساعة البعض يقول زين بقى أنا دخلت على الطبيب دقيقة واحدة وطلعني لأننا أقدر أحميز بعض الحالات اللي تحتاج مشكلة هنا مبع الوقت اللي نمضيه شو نسوي في هذا الوقت؟ يقولون دكتور أن ندوكم أنا يالس الحين ساعتين ترى يا الدكتور شافني ثلاثين ثانية دقيقة وطلعني عموما دكتور بيعصب علينا عيسى خلنطلع فاصل وما نستكمل الحديث في هذا المجال مستمعينا فاصل إن شاء الله ما نرجع لكم ما نعطيكم أرقامنا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربع واحد أربع للتواصل معنا عبر الهاتف وأربعة صفر صفر ستة حياك الله يا عيسى فاصل وما نرجع لكم صحة وسعادة سعد الله وقاتك ومرة أخرى ومسمعين الكرام حياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة حيا نشوفوه عندكم يعني بعطيكم لين هدعش إلى عشر ما أبغي يعني آخر البرنامج واللي عقوا ما نخلص إتينا الاتصالات لا اللي عنده أي استفسار ممكن يتواصل معنا على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربع واحد أربعة أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم أربعة صفر صفر ستة معانا الدكتور أنور الحمادي رئيس مركز الأمراض الجلدية في هيئة الصحة بدبي دكتور قبل الفاصل كنا توقفنا حقيقة عند الفحص الذاتي وصرطان الجلد لكن خلنا نعيد وندكر أو ممكن إذا في مجال نقول بعض النقاط اللي الواحد دازم يقول أن هذه علامات منذرة إن صح التعبير ممكن هو يشوفه في نفسه فشو هي أكثر العلامات المنذرة للواحد يمكن يشوفه أنه ممكن يكون عنده مرض جلدي خطير لا سمح الله لازم يراجع فيه الطبيب مثل ما ذكرنا البشرات الشقراء أو البشرات الفاتحة هذير طبعا ما في شك يحتاجون فحص دوري والطبيب راح يحتاجون زيارة الطبيب والطبيب راح يقول لهم خلاص أنتوا على اللي عندكم تحتاجون مرة في السنة أو كل ستة شهور أي واحد عنده أي حبة ولأي ورملة سمح الله أو تغير في اللون تغير يتطمن شو هي هل هذا كيس مش محتاج ينسى هل هاي حبة تخالها خلاص انساها فأي تغير على شيء كان موجود وبدأ يتغير ما في شك لازم الواحد يفحص ويتأكد وحالات كثيرة تستدعي أخذ خزعة جلدية ونقول للمعضم المستمعين لا تخافهم الخزعة جلدية شيء جدا بسيط يتسوى في أقل من خمس دقائق نأخذ عينة صغيرة من المكان ونبعث المختبر للتحليل وهذا الشيء اللي يثبت لي أمية بالأمية أنه فعلا ما هي طبيعة هذه الشامة ولو ما هي طبيعة هذا الورم من أخذ العينة لذلك وجود أي شيء غير طبيعي أو يتغير هذا الشيء جدا مطلوب الناس اللي كانوا يتعرضون لحروق حروق الشمس كنا نتكلم يكن في الفاصل يعني الإجازات والناس ترجع من الإجازة وخاصة إجازات البحرية من المالديف وغيرها يرجعون للأسف بحروق الشمس وهذا الشيء صراحي يزعجني أنا كطبيب جلدية جدا لما أشوف بعض الناس عندهم تلاقي الظاهر كله متقشر ولأسف قمنا نحصلها في النساء وفي الرجال وقمنا نحصلها حتى عند ربات منازل أقول لهم روحوا استنسوا استمتعوا في إجازتكم لكن طبعا أخذوا الاعتبار بالوقاية من أشعة الشمس والوقاية من أشعة الشمس هذا طبعا مش شرط فقط ككريم وقاية من الشمس ممكن الجلوس تحت الظل ممكن بلبس الملابس اللي تكون جيدة لكن بعض الناس هم يروحون ومستقصدين هذا اللون البرونزي لا هذا حرام أنتوا يضرون الجلد صحيح والله يضرون الجلد وما يدرون أن الجلد سبحان الله الجلد فيه أو الجسم جسم الإنسان فيه نفس الميموريكارد الجسم يقدر يتعرف بعد شهور أو سنوات خاصة إذا كان عنده استعداد وراثي أن أنا صار لي حرق فهؤلاء هم اللي معرضين أكثر لسرطانات الجلد أنا ما أقولها كثاخويف لكن أقولها من واقع علمي وأن فعلا معظم الناس اللي نشوفهم عندهم سرطانات الجلد خاصة يمكن الإشتراليين معروفين في هذا الشي بحكم كثافة أشعة الشمس لما نسألهم أقول لهم ها أنتو كان عندكم حروق يقول أوه والله إن كنت صغير 24 ساعة كنت على الشمس وحروق الشمس هؤلاء معرضين أكثر مقارنة بالناس الطبيعين لسرطانات الجلد لذلك إحنا ما نبغي تستمتعه بالشمس لكن تكون بحذر بالابتعاد عن ساعات الذروة اللي هي من عشرة صباحا لغاية ثلاثة للظهر البعض يحاول يدور لعلثة ولا حجة يقول بالله بيتامين دال بيتامين دال يا أخي تقدر تأخذها بطرق مختلفة سواء عن طريق الحبوب عن طريق الأكل عن طريق الأبر أمور طرق مختلفة لكن ما أروح أحرق جلدي البعض يقول لزي أنا ما أحترق زي ما تحترق لكن أنت مصاب إذا كان عندك بشرة سمرة معرض لتصبغات الجلدية وهذه نلاقيها كثيرين ممكن ما احترقوا لكن صار لهم تصبغات جلدية واللي ما يخاف من تصبغات الجلدية ولا السرطان أكيد ما يبقى أنه مثل ما نقول يصير له شيخوخة مبكرة ثبت علميا التعرض المباشر لأشعة الشمس الشيخوخة أو تجاعيد تبين أكثر فهي تدري أن حصلها عند الطيارين الطيارين اللي ما يستخدمونه كريمات الوقاية من أشعة الشمس جهة اليسار عنده دائما تلاقي تجاعيدها أكثر من جهة اليمين لأن التعرض لأشعة الشمس تكون أكثر حتى سرطانات الجلد جهة اليسار عند الطيار تكون أكثر من جهة اليمين سبحان الله طيب السلام عليكم أسأل الدكتور كيف نحافظ على سلامة البشرة بعد 45 سنة لمنوع للرجال سؤال حلو يا سلامة والله إحنا قمنا وفعلنا هاي نقطة جدا مهمة وحلوة قمنا نلاقي العناية في الرجال وهذا مش خطأ ولا عيب قمنا نروح لدخل الصيدليات اللي لاقي قسم خاص أخي إحنا نستحق بعد عناية صح ولا لا صحيح نستحق عناية وهذا البعض عنده اعتقاد والله أنا كرجل إذا استخدم تكريم وقايم نشعة الشمس لا لهذا راح يقلل من الرجولة من قال لهذا يقلل من الرجولة بالعكس أنت تحتاج عناية حالك حال الأنثى أخي نتكلم عن عناية حادية ومش نتكلم عن بعد المبالغة في هذا الشي للأسف قمنا نلاقي حتى أحيانا البعض يستخدم مكريمات الأساس ولا أي شيء لا الرجل لمنتجات خاصة بعنايته الرجل عنده شنب عنده لحية محتاج عناية بشكل خاص محتاج اهتمام بشكل خاص فالعناية تكون بالأشياء الأساسية الوقاية من أشياء الشمس إذا كان فيه جفاف البشرة ترطيب البشرة بشكل جيد إذا كانت البشرة دهنية فيه أنواع خاصة الغسول لتكون خاص خاص بنوعية البشرة العناية ما بعد الحلاقة وهذه طبعا نقطة جدا مهمة ذكرتني دكتور نحن يوم ندش أتذكر قبل بعض الحلاقين من جنسية معينة معروفين هم نزل تدخل يحط لك كريم شيء أبيض ما أدري كيف على أساس أن يبيض ويهك بتاع كله هذا الكريم كل شيء هذا دائما دائما أيوم ادخل الحلاق طبعا أسكت طبعا ما يدرون لا طبيب ولا شيء فأشوف خليه يعرض اللي يبغي يعرضه وهاي بعد رسالة نوجهة لجميع المستمعين لا تحطوه يعني ويهكم تحت يعني أيادي بعض الحلاقين بعض الحلاقين للأسف يجاسف يروح يستخدم بعض أكريمات التقشير مش كل أكريم تقشير ناسب أو يدعون أنه تنظيف للبشرة وكل ما يستوى بحين سبا مو بحلاقين عادية وبعد ما يرضى تقول لحلاق صالون عنده بعد صالون تجميلي نعم نعم سلسلة صالونات ليزر جهاز ليزر وغيره الليزر غير مسموح فيه الليزر بس لازم يكون في مواصفات معينة بس الحين اتطوروا يعني يوصلوا لهذا المستوى دكتور خلني أخذ هذه المداخلة حمد تفضل محمد ألو ألو السلام عليكم يا هلا تفضل محمد شيء والحال شخص يا هلا والله ياتكم العظيم يعافيك تفضل لو سمد شيء عندي تفسار نعم سرى شيء عندي هذا يطال عندك هذا جفاف الشفافين مهم فحطي جفافلين وأشياء غير يعني مرصبات لهذا فما نفع فما دريش هو يسرح لي دكتور طبعا جفاف الشفافة حمد نحصلها طبعا في الأطفال وحصلها في الأكبار بعض الناس بالفعل عندهم استعداد لجفاف الشفاف خاصة يمكن فترة الشتاء أكثر لأن الجو يكون جاف أكثر البعض ربما يكون عندها بعد عادة لأن الشفاف تكون جافة فروح يعظ أو ياكل الشفاف فهني يزيد الطيم بله فهني لازم أن الترطيب المستمر فاللي أنت تسويه حمد وهذا هو الجيد تحاول ترطب الشفاف باستمرار في مرطبات كثيرة هاي دائما أقول لك أنصحك حطها في مخباك مرطب هذا النفس اللي تحطيه في مخباك وفي نفس الوقت إذا كنت تتعرض بعد لأشعة الشمس في مرطبات حاليا موجودة للشفاف معها وقاية من أشعة الشمس لأنها ممكن تسمر الشفاف الحين بعد على سؤال حمد طيب الماء ما يأثر على مسألة أن الواحد يكون عنده جفاف حلو هو طبعا شرب السوائل ونضمنها طبعا الماء مهم جدا وضروري للحفاظ على بشرة نظرة وبشرة تكون رطبة لكن الماء ما يغني عن الترطيب الخارجي البعض يقول دكتور والله أني أشرب من خمس لترات في اليوم وبعد أحس جلدي جاف فجفاف الجلد طبعا أسباب كثيرة المرضى اللي عندهم سكر المرضى اللي عندهم مشكلة الغد الدرقية هم معرضين طبعا لهذا الشيء والمرضى اللي عندهم طبعا أكزيمة واستعداد للاكزيمة كذلك معرضين لجفاف البشرة لذلك الترطيب المستمر هذا طبعا ضروري جدا للحفاظ على بشرة تكون نظرة رسالة كذيانيا يا دكتور والتان لازم شمس التان لازم شمس أنا التان لا يزعلون مني المستمعين أقول دائما التان يعني صراطان أنا ما أقولها ترى تخويف ترى الوزن نفسه هي ترى الوزن فالتان طبعا ثبت علميا أجهزة التسمير أجهزة التسمير تسمعونا يا مستمعين ثبت علميا أن أجهزة التسمير تؤدي أو تسرع من حدوط صراطان الجلد لذلك نلاقي هذا الشيء ممنوع حاليا في استراليا ممنوع في ولايات كثيرة في الولايات المتحدة الأمريكية من استخدام أجهزة التسمير للي هم أقل من 18 سنة اللي فوق 18 سنة مثل ما يقولون كيفكم تحرقون عماركم محرقون نفس الجقارة مكتوب علينا الجقارة تسبب سرطان واللي يبغي عق نفسه في التهلكة يروح عق نفسه في التهلكة فأجهزة التسمير حطوا عليها علامة X لا يغركم هذا اللون اللون البرونزي راح تستمتعون مؤقتا بهذا اللون لكن صدقوني راح تدفعون ضريبة هذا الشيء لاحقا والتانو أو التسمير من أشعة الشمس كذلك هذه ابنة تسرع من شيخوخة الجلد تزيد من صبغات الجلد وكذلك قد تؤدي في المستقبل بعض السرطانات أنت ذكرت دكتور من الساعة 10 ليه الساعة 3 يعتمد على المنطقة ربما حتى أوسحها أقول من 9 إلى 3 أنا أدري حين المستمعين يقولون ما خليت لنا شيء يا دكتور ولكم بداية اليوم قبل الغروب ممكن واحد أي طبعا ممكن وبداية حتى بعد الشروق بعد ممكن اللي ميت على هذا اللون على هذا اللون البرونزي وفعلا خاطرة وميت عليه ممكن يسوي التانيق لوشن إذا ما كان عنده أي تحسس فيه لوشن موجودة وفي تعطي اللون إذا واحد حابب لك جديد ولون جديد يحطه بشرط أنه ما يكون عنده حساسية من هذا اللوشن وبشرط أنه ما برنا يروح يحط هذا التانيق لوشن ويروح يتعرض لأشعة الشمس وغير هذا أقول حبوا لون جلدكم والله أن هذه نعمة سبحان الله سبحانه وتعالى ما يخلق إلا جميل اللون البرونزي حلو تلاقي لايق على تشكيلة هذا الجسم اللون للفاتح راكب عليه فكل واحد راكب عليه لكن إحنا حقبنا شو نشوف البيضة تبقى تستوي التسمر والسمرة تبقى تبيض غصب فهذا اللي مستوي زي دكتور شكرا لكم وشكرا لدكتور بس ممكن يساعدني كيف أراجع عنده وين أهني دكتور أنا على هذه الرسالة أبغي تتكلم شوية عن مركز الأمراض الجلدية تابع لي هيئة الصحة في دبي هذا المركز يعني حقق انجازات كثيرة ما شاء الله عليكم وصار مثل مركز أكاديمي كذلك للتعليم والأبحاث فخلنا نتكلم عن هذا المركز كيف أول شيء الواحد ممكن يتواصل معاكم أيضا شو الخدمات اللي تقدمونها مركز الأمراض الجلدية طبعا مركز تخصصي مركز مرجعي فزيارة المركز عادة تكون عن طريق تحويل من الطبيب العام الموجود في المراكز الصحية والحمد لله رب العالمين حاليا عندنا معظم المراكز الصحية فيها أطباء الأسرة وطباء العائلة لا لا أطباء كلهم مروا على مركز الأمراض الجلدية وتدربوا بعناية وحذر وفعلا بعضهم يعني أني أفخر أنهم كانوا موجودين عندنا وطلعوا برا يقول هذا روحوا أنتم غمضين مع أنهم أطباء أسرة وطباء عائلة لكن مدربين للأشياء الخفيفة الأشياء الشائعة حالات الأكزيم البسيطة حالات الصدفية البسيطة تصاقط الشعر لذلك هنا ما في داعي أن تروح وتتعنى إلا أروح أدخل مركز الأمراض الجلدية لذلك أتمنى أن نترك مركز الأمراض الجلدية للحالات فعلا الحالات الصعبة الحالات الخصوصية فطريقة زيارة مركز الأمراض الجلدية الشخص يروح للمركز الصحي والطبيب راح يشوفه إذا شاف أن حالته تستدعي يحوله بعض الأطباء يقول ما عليك خلني أنا أعطيك هذا العلاج لأسبوعين ثلاثة سابع ما تحسد بحولك طولوا بالكم فعلا اتبعوا العلاج حالات كثيرة الحمد لله تتعالج بدون عناء الذهاب لهذا المركز التخصصي يعني ليش أقول هذا النقطة موبلن إحنا ما نبقى نشوف الناس بالعكس إحنا يسعدنا ودائما يعني أنا الطبيب يعني وجودي يعني صراحة صح أني أستمتع وجود أحيانا نحاول أن نثقف الناس لكن مكاني في العيادة مكاني أني أشوف المرضى لذلك نتمنى نترك العيادات للفعلا حالات اللي تحتاج حالات كثيرة صح فعلا هتعاني وللأسف ربما يصعب على الشخص الذهاب لهذا المركز اللي ما بحصل موعد وهذه الحمد لله طور نحن في هذا الشي الموعيد تحسنت بشكل كبير جدا ملحوظ لكن بعد رسالة أوجهها لجميع المستمعين يا جماعة الخير ترى كثيرين يأخذوا موعد ويلتزموهم بالموعد كثيرين يأخذ الموعد غيرك بأحق من هذا الموعد صحيح فأنا أحب أن يكون فيه يعني اهتمام أكثر أهنيا أنا الدكتور بعد كذلك بوجهك رسالة أخرى للمستمعين يعني نحن حاليا بدأنا بإحلال بعض المراكز ويعني إعادة بناء بعض المراكز فسكرنا مراكز صحية معينة مثلا مركز الاكسيس في الفترة الأخيرة قبل مركزهم مزقين فتم تحويل المرضى إلى مراكز أخرى يعني يا جماعة الخير أبغي بس أوجه رسالة بسيطة أنا نحن عارفين في هذه الصحة أن الفترة الأخيرة صار فيه يعني ازدحام أو لود على مركز المزهر وقاعدين يعني أوجدنا مجموعة من الحلول وبعدنا من السمر في إيجاد المزيد من الحلول فنبغيكم تطولون بالكم الواحد إذا تأخر يعني في مقابلة الطبيب بشوية يعني ساعة يطول باله على الأقل يمكن في حد يالس عنده هو أحق أنه ممكن يدخل قبله ولا يشوف الدكتور فطولوا بالكم قبل الواحد يستاذه ونبغيكم تتعاونون معنا في هذا المجال هذا بس تعقب على الكلام اللي انت ذكرت فضل الدكتور عن الخدمات اللي تقدمونها فالخدمات طبعا نعانج جميع الأمراض الجلدية الحمد لله يعني مثلا أحد الأمراض الشائعة والمزعجة جدا لمرضى كثيرين مرض الصدفية الحمد لله صار المركز يعني مركز مرجعي في المنطقة لعلاج حالات كثيرة مستعصية من مرض الصدفية الصدفية باختصار هو مرض جلدي غير معدي مزمن يظهر على شكل بقع حمراء تكون مليانة بقشور تكون بيضة فالسابق كنا نقول مرض الصدفية مرض جلدي حاليا نقول لا مرض عضوي لأن مريض الصدفية معرض كذلك لبعض الأمراض العضوية من ضمنها صدفية المفاصل 30% من مرض الصدفية معرضين لصدفية المفاصل وهذه طبعا يحتاجون عناية خاصة يحتاجون تحاليل خاصة يحتاجون متابعة علاج وهاي بطبيعة الأمراض الجلدية طبيعتها مزمنة فنتمنى بعد المرضى يطولون بالهم ما نتمنى مثل ما نسميه احنا تسوق الطبي صار بعض المرضى للأسف في اليوم الواحد والله بدون مبالغة يمكن يشوف لأربعة طباء ما يصير انت اسأل قبل ما تروح اسأل فعلا انت مقتنع في هذا المكان يذهب لا لكنك تروح لأربعة طباء في نفس اليوم هنا في خلل يا خلل فعلا في النظام الصحي اللي موجود أو خلل في الشخص نفسه هذا في وسواس ومن حق المريض انه ياخذ رأي ثاني لكن كثرة الأعراء اتشتت المريض ونلاقي المريض من خطة علاجية لخطة علاجية أخرى وهذا الشيء طبعا يضرب المريض أكثر مما يفيده لذلك اتمنى ان يكون فيه ثقة في المكان الواحد اللي بيذهب له يكون عارف وسائل على المكان والحمد لله رب العالمين كل الأمور المتعلقة بالأمراض الجلدية موجودة لدينا والدليل على ذلك حتى يعني العلاج في الخارج مقارنة مثلا ب خلنا نقول سبع سنوات قبل والحين نادر ما نلاقي حالة تحتاجنا تتعالج بالخارج مش لأن احنا طبعا اكيد الواحد ما وصلنا للكمال اللي احنا يعني نطمحس لكن بس الحمد لله عندنا كل شيء بالضبط الواحد يقول بيروح برع شي سوي بالعكس نقول للمرضى حابين اخذوا معله حقك تاخذ رأي ثاني لكن أغلب الناس اللي يروحون لبعض الأمراض يرجعون لداري لنفس العلاج يمكن البعض عنده اعتقاد اولي والله هذا اسم الدواء هذا مختلف بس المادة العلمية اللي داخلها نفس الشيء نفس الشيء فالبعض بعد عنده هاي نقطة انه ترى الشركات تتغير والمصانع تتغير فبعد لا تشوفون الكارتون والله تقولون ان هاي غير والله هاي لا تأكدوا في هيئة الصحف دبي أدوية كثيرة صدقوني فيه أدوية نفسها أرخص ما ناخذ الأرخص سناخذ الشيء اللي ثابت علمي انه هو أكثر فائدة للمريض جميل دكتور يعني في بعض الأحيان الواحد يقرأ بعض الوصفات الشابية يقولك مثل خذلك كاس لومي يعني لا تحط عليه ماي ولا تحط عليه شكر هذا زين حق البرص مثلا خذلك يعني خلطة معينة عشان ريحة الجلد مثلا فهذه هذي يعني كيف الواحد يتعامل معه يعني هو شوف الخلطات الشعبية هذا اللي إذا ما ضرك ما فاد إذا ما فادك ما ضرك يعني شوف الخلطات الشعبية ربما وجودة عندك بار السن يعني أقوله لا تزعلون كبار السن بالعكس بيقول لك قوله إن شاء الله وإن شاء الله الشيء اللي تدري النبي فيه فيه مضرة طبعاك ما تسويه فيه أشياء كثيرة من تجارب شخصية مش معناته إذا والله نفعت هايذا التجارب شخص ولا شخصين راح تفيد الكل أكيد فيه أمور كثيرة مش مبنية على أي أساس علمي ربما عتقاد أو خلنا نقول العامل النفسي وعندنا في الطب معروف شيء نسميه بلاسيبو أفكت حتى لو أعطيك قلاس ما يقول لك أخذها وهذا ترى مقرأي عليه ولا لا فيه شيء وتحس يا والله ترى حسني معنا هذا بلاسيبو أفكت ما فيه شيء عنا ديكتين دكتور أنا فيه سؤال أبغي أسركيها يعني كيف ممكن أزيل السواد الموجود في الكوع ولا في الركبة هذا السؤال طبعا شايع وكثيرين يون العيادة ويشتكون من سواد بعض الأماكن اسمرار بعض الأماكن نقول لهم بشكل عام فيه بعض الأماكن بطبيعتها تكون داكنة خاصة في بشراتنا خاصة مع الاستعداد الوراثي خاصة لعنتهم زيادة في الوزن فهذه المناطق إذا كانت طبعا جافة دايما الترطيب مهم يمكن إحنا نتلاحظ إحنا قاعدين يمكن الناس ما يشوفونا بس قاعدين في المكتب وهنا حاطين الأكواع حاطينها على المكتب فالاحتكاك الطويل ممكن يزيد طبعا من هذا الاسمرار يزيد من الجفاف كذلك اللي يقعدون على الأرض والركب دايما على الأرض أكيد طبعا هذا الاحتكاك ممكن يزيد فالاسمرار أو الصبغات اللي تكون موجودة هذه مش سطحية لذلك معظم كريمات التفتيح ما تفيد اسمرار الأكواع والركب والمشكلة لما يوم مرضان نقول لهم يقولون والله يشتكوا من الشي يقولوا والله ترى هاي للأسف طبيعتها حاولك ترطب ما يرضون يروحون ش يسوون يروحون بعض العيادات يسوون تقشير ويسوون ليزر وبعدها عادي تشكون والله قصوا علينا وسوينا ليزر وتقشير ودفعنا وما استفدنا نقول لكم ترى من البداية هاي المناطق بطبيعتها تكون سمرة جميل الغير مواطن وين يسير؟ الغير مواطن بعد إذا كان من مقيمين المقيمين في دبي عنده بطاقة صحية ممكن يراجع مركزنا نفس الشيء عن طريق التحويل وعدنا أيام مخصصة طبعا المركز مثل ما قلنا مركز مرجعي لا يفرق فيه بين المواطن والوافد كل الموجدين على هذه الأرض الطيبة حتى من الإمارات والله مختلفة من إمارات مختلفة مرة حد الحالات اللي تحتاج حتى ودليل على ذلك بعض الحالات اللي من خارج الإمارات أن نشوفها أو على الأقل نرشد المريض على الطريق الصحيح نقول له والله نعم راح نعطيك هذه الاستشارة هذه أول مرة من بعد ذلك نوجهك أنه عندك هذا العلاج موجود في إمارتك ولا موجود في الدولة اللي أنت عايش فيها والله دكتور الحلقة مرت بسرعة يعني تخيل الوقت خلص معنا يعني زاك الله خير على المعلومات الجميلة اللي أعطيتنا إياها عيسى إذا تعطيني ثلاثين ثانية بس الدكتور يقول لنا كلمة أخيرة يمكن أنا نسيت يعني المحور من المحور لا ما شاء الله عليك غطيت كل شيء بالعكس أنا أشكرك على الاستضافة وأتمنى أن نكون ضيوف خفاف على المستمعين وأتمنى أن نكون فدناهم بالشيء وأتمنى الجميع دائما الصحة والسعادة والجلد النظر والبشرة تكون نظرة دوما إن شاء الله إن شاء الله ريائل وحريم ريائل وحريم أكيد صغار وكبار عموما كل شكر الدكتورة نور الحمادي رئيس مركز الأمراض الجلدية في هيئة الصحة في دبي وأيضا مثل ما ذكرتنا الحلقة كيفية التواصل مع المركز عن طريق التحويلات من المراكز الصحية مراكز زرعاية الصحية الأولية عموما نستمعين وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا اليوم نتمنى لكم إجازة إجازة نهاية أسبوع سعيدة وأيضا نتمنى دائما ما تكونون بعافية إن شاء الله وهذه تحياتي محددكم حمود يوسف وفي الإخراج كان معنا المبدع دائما عيسى سبيل وفي التنسيق اليوم أشواق مسعد وحتى نلقاكم أطلع الأسبوع القادم نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي